السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجود فيديو اخر اذا تريد الاطلاع ممكن تفتحوا الفيديو الاخر عن التضامن والحث على الجمعات الخيرية واليوم فيديو اخر او وضعية اخرى عن دور الجمعات الخيرية نمط تفسيري ونمط تفسيري توجيهي الاثنين في فيديو واحد نقرأ الوضعية الجمعات الخيرية هي المنظمات التي تجمع الاموال لاغراض غير ربحية وهدفها هو مساعدة المساعدة الاقل حظا في المجتمع وتحسين رفعية المجتمع فماذا تعرف عنها وما هي دورها مقدمة تعريف للجمعات الخيرية ليس بالضرورة يكون تعريف دقيق ممكن يكون تعريف غير دقيق او ممكن لمحة بسيطة عن الموضوع او ممكن اضاف الشاهد المقدمة في كذا طريقة لكتابة المقدمة العرض هتكلم عن دور الجمعات الخيرية وكمان انواع الجمعيات وهدف الجمعيات واهميتها توجد كثير من الجمعيات الخيرية ولقد انشأت لفعل خير للناس ومساعدة المحتاجين ومحاولة تقليل نسبة الفقر والتشرد والعنوسة وذلك القضاء على التسول وحل المشاكل مثل مشكلة الأمية وعدم قدرة الأطفال على التعلم وغيرها وتنوع أشكال الجمعيات الخيرية هنا أنواع هنا الجمعيات منها جمعية العناية بالمسنين رعاية الأيتام جمعية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها الجمعيات الخيرية لها دور مهم هتكلم عن دور الجمعيات الخيرية فهي القوة الخريقة التي تنشر الوعي وتقدم النص وتساهم في تعزيز مفهوم العمل الاجتماعي وتقديم تعزيز مفهوم العمل الاجتماعي وتقديم الرعاية الصحية الرعاية الصحية ومد يد العون للفقراء الخاتمة بتفسيري الجمعيات الخيرية تعمل ليلة ونهارا من أجل إصلاح المجتمع وتقدمي كما أنها تنشر القيم والمواد والرحمة بين الصفوف الأبناء المجتمع وتقوي الروابط إذا كان الموضوع تريد تفسيري ده الموضوع الأول ده تفسيري وظفنا مؤشرات التفسير عندنا مؤشرات التفسير لفعال المضارعة وفر التعريفات كمان ضمائر ضمائر وكمان الجمعي الخبرية كل موجود في الوضعية ده النمط نمط تفسيري عندنا التوظيف هنا رد تشبيه وطباق عندنا تشبيه القوة الخارقة هنا قوة خارقة وكمان الطباق هنا ليلا ونهارا ده الطباق تمام ده النمط التفسيري كما قلت لحضراتكم إذا أردتم تفسيري توجيهي سنغير الخاتمة ونجعل الخاتمة توجيهية توجيهي يعني وظفت التوجيه في الخاتمة إذا أردت تفسيري توجيهي يعني نضيف الخاتمة بدل من هذه الخاتمة نضيف هذه الخاتمة الجمعيات الخيرية تحاقق أهداف سامية ولذا أنصحكم يا زملائي بالمساهمة في الجمعيات الخيرية وتشجيع أبناء المجتمع واختلف أعمارهم بدعمها من أجل بقائيا تذكروا دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وانفرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة دي كده ملظفت التوجيه هنا أنصحكم مؤشرات التوجيه تقديم النصح ورشاد والأوامر والنواهي والنداء يا زملائي يبقى كده ندينا التفسير وتفسير توجيه أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لا أعجبكم الفيديو متنسوا نعشب اللايك الاشتراك كومنت للقناة دعم لنا نستمر في نشر المزيد إن شاء الله وإذا تستطيعوا تشيروا الفيديو وشيروا لنا الفيديو وجزاكم الله خيرا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة